خليني أخدك لملف التجديد للأربعة الكبار في نادي الأهلي تم التجديد بالفعل لواليد سليمان شريف إكرامي لانيوكمل أحمد فاتحي لانيوكمل حسام عشور طلب الجهاز الفني إنه هو يبقى آخر سنة ليس سنة دي خلينا نبدأ بواليد سليمان وتجديد لواليد سليمان أنا شايف حاجة إيجابية جداً واليد سليمان جدد عقده مع النادي أعتقد المشيط الأخيان أنت شفته إنه كان لعيب ضروري جداً للفريق هو لعيب محترف بدرجة عالية بالاحترافية ودايماً جاهز عما يطلوبه بيكون جاهز وبينزل وبيصنع الفارق وسجل أهداف مهمة جداً من ديزمالنا في المباريات مهمة لنا في المشيطات كانوا كنشانين لقي الحلول الهجومية كابيزة اللي وجد الحلول بكابي يسجل لنا كان يسجل أهداف واللعيب عنده خبرات كبيرة وزاكي جداً في الملعب وبيعرف يروح فين ويتحركت زي في الملعب وزي بيحرك زميله وده لعيب بيقدر يغير المباراة نتيجة المباراة ويصنع الفارق وعملها كذا مرة معنا قبل كده أعتقد لعيب مهم جداً للفريق خاصةً بخبراته كبيرة زي ما انتو عارفينه أكتر مني أنا اشتغلت معاك كم شهر انتو عارفينه أكيد قبل كده لعيب إضافة كبيرة للفريق شريف إكرامي وتقبل لجنة التخطيط لأنه آخر سنة ليسا نادي وانتقل ليلعب في نادي آخر أول حاجة طبعاً لازم نشكر شريف إكرامي لكل عمل من نادي طبعاً فيه ناس بتنسى أن اللعيبة دي عمت جزء كبير من صفحات كبيرة في تاريخ النادي هو اللعيب كان محترف وكان منضبط جداً مع الفريق خلال الفاتحة التواجدنا معاه موجود في تاميه وبتمرن بجدية وفي الآخر هو ليه خياره اللي هو عمل وهو أخر فيه طبعاً هو شرح وبرره ولازم نحترم ده ونقبله لكن زي ما قلت قبل كده اللعيب كان لعيب بقيمة كبيرة فنية كبيرة للنادي الأهلي وسطر صفحات كتيرة في تاريخ النادي الأهلي حسام عشور وقرار الجهاز الفني بأن هذا الموسم يكون آخر موسم لحسام عشور أعتقد نفس الموقف شريف إكرامي حسام عشور يستاهل يستاهل مننا كل احترام بسبب كل اللي عمله في تاريخ النادي وتاريخه الشخصي مع النادي حقق ألقاب كبيرة كسب ألقاب كبيرة وكان وجوده مؤثر في ألقاب كتيرة حققها النادي وهو كان كابتل نادي أهلي لسنوات طويلة لازم أقول حاجة مهمة واحد في موقفه ده في مركزه في ملعب في مركزه هنلاقي لعيبة شباب على مستوى فني عالي زي ديان زي حمدي فاتحي سولايا زي ندفت زي عمر السولايا لازم نقول المركز المركز للتركاز اللي هو بيلعب فيه وسط المدافع فيه لعيبة كتيرة بتلعب على المستوى عالي في مكانه فطبعا دي بتقلم من فرصة مشاركته بس طبعا ده ما يقلش من أن فيه كامل احترامنا لحصام عشور لتاريخه ولدوره مع الفرقة تمام أخيرا أحمد فاتحي هل تفاجأت بعدم تجديد أحمد فاتحي مع النادي الأهلي وانتقاله لنادي بيرامدز خلاص أعلى النادي بيرامدز رسميا انتقال أحمد فاتحي لي أعتقد أحمد فاتحي لعب ماتشات كتيرة معنا طبعا ولعب كويس جدا في الناحية اللي مين كان ليه دوره في الملعب وهو محمد هاني قابله بلاء الحسنة ولعب كبيرة وساعت برضو كان ملعب بينهم الروتيشن كان ده بيلعب ماتشات والتاني وامحمد ده بيلعب ماتشات لكن في الآخر قرار يمضي ويلعب مع بيرامدز ده قرار يرجع له هو ملناش غير ناح نحترمه وهو لعيب المدير الفني رويني فايران هو من اللعيب اللي بيعتمد عليهم في الفرقة والعيب مهم بالنسبة لها بس القرار لازم نحترمه في الآخر ولازم نتقبله طيب ده واحد برضو زي وزي حسام عشور كتب صفحات كتيرة في استريخ النادي الاهلي طيب هل هيبقى عندنا مشكلة في الباك رايت وهل انا انسيت اسأل السؤال ده هل كان هيبقى كمان عندنا مشكلة بعد ان مشريف اكرام يمشي لما اعتقدش ان هيكون فيه اي مشاكل لان في محمد هاني موجود محمد هاني هو لعيب اعتقد محمد هاني لعيب مستبب كبير مع النادي الاهلي وبع المنتخب ما بيرفش لعب اول محمد هاني ربعا لعيب كبير وعنده امكانات عالية محمد هاني وده لعيب محترف ولعيب اداءه هايل في الملعب اعتقد لو رجعنا للارقام احمد فتحي طبعا تاريخه كبير وحقق انجازات كبيرة الاحسائيات بتاعته اعلى طبعا 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 لكن لاسف احنا زي ما قلت قبل كده احنا كجهاز فاني بنختار لعيب واحد في كل مركز من فشل لعب اتنين في نفس الوقت بس اعتقد عندنا وقت ان احنا ندرس حتى احتياطي كويس محمد هاني ممكن يحلم حله ومحمد مش حلم اشتركوا في القناة